السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن واجع الرأس عند الحامل في الشهر السادس وأيضا أسباب الصداع وألم الرأس للحامل في الشهر السادس قد يحدث الصداع في أي وقت خلال الحمل وهو من أكثر العراض شيوعا فيه وتحدث أغلب حالات الصداع في الحمل من ترقاء نفسها دون وجود سبب لها كحالات الصداع العنقودي وصداع التوتر ونبط الصداع النصفي بينما في أحيان أخرى قد يكون الصداع سانويا ويختلف سبب اختلاف الوقت من الحمل حيث أنه في السلس الثاني والثالث من الحمل أي من الشهر الرابع وحتى التاسع قد يكون سبب الشد العضلي ووضعية الجسم غير الصحية هو سبب الصداع أو ازدياد وسقل وزن الجنين أو عدم الحصول على قسط كافي من النوم والراحة أو التغذية السيئة أو مرض السكري وفي بعض الحالات قد يكون الصداع في السلس الثاني من الحمل مؤشرا على ارتفاع الضغط لدى الأم الحامل الذي قد يتسبب بمضاعفات خطيرة عدة للأم أو الجنين مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة وانفصال المشيمة والسكت الدماغية وعدم وصول الأكسجين للجنين بشكل كافي وغيرها مما يتطلب الحصول على المشورة الطبية بشكل سريع لعلاج الحالة قبل تسببها بأي مضاعفات وتختلف طبيعة ألم الصداع من سيدة لأخرى فقد يكون حادا أو نابضا وقد يكون شديدا في الجهة واحدة أو في الجهتين كما قد يحدث خلف عين واحدة أو كلا العينين وفي بعض الحالات قد يرافقه أعراض مثل الغسايان والتقيق ورؤية وميض من الضوء أو خطوط أو نقاط عمياء ودحدث هذه الأعراض المرافقة في العادة إذا كان السبب هو نوبات الصداع النصفي وقد تزيد هذه النوبات سوءا خلال الأشهر الأولى من الحمل ولكنه عند العديد من النساء يعود في العادة للتحسن بسبب انتظام مستويات هرمون الاستروجين مع تقدم الحمل خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل ومن جهة أخرى قد تلاحظ بعض النساء عدم وجود أي تغيير على النوبات الصداع النصفي لديهن خلال الحمل بينما قد يلاحظ البعض انخفاض في هذه النوبات وقد يختلف وضع هذا الصداع كذلك من حمل إلى آخر عند نفس السيدة إضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها سابقا للصداع في الثلث الثاني من الحمل بما فيه الشهر السادس يوجد بعض الأسباب العامة التي قد تسبب الصداع في أي وقت خلال الحمل والتي تتضمن ما يلي الجفاف والذي قد يسببه قسرة الغسيان والاستفراغ خلال الحمل والشعور بالتوتر والقلق خلال الحمل وهبوط سكر الدم وانسحاب القافين من الجسم بسبب قلة تناول المشروبات المنبهة المحتوية عليه كالشاي والقهوة وأيضا بعض العدوات الشائعة أو المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتضمن التالي التهاب الجيوب الأنفية والتهاب السحية وهبوط ضغط الدم والنزيف والجلطات وأمراض القلب والأمراض الدماغية كالسكتة الدماغية والأورام وغيرها من المشكلات الصحية ثانيا كيف يمكن التخفيف من الصداع أثناء الحمل بشكل عام لا يفضل تناول الأدوية خلال الحمل عموما بما فيها أدوية الصداع النصفي أو الشقيقة التي تمنع نوبات الصداع أو تعالجها كما أنه لا ينصح بتناول أغلب أنواع مسكنات الألم التي تصرف بوصفة أو بدون وذلك لقلة الدراسات العلمية التي تثبت آمانها في فترة الحمل أو بسبب ربط بعضها بحدوث العيوب الخلقية عند الأجنة أو لتسببها بمضاعفات في الحمل كما وينصح باستشارة الطبيب دوما قبل استخدام أي علاج أو عجبة خلال فترة الحمل ولكن من جهة أخرى يعتبر دواء البرستامول المسكن للألام من الأدوية ذات المخاطر المنخفضة خلال فترة الحمل والتي يمكن تناولها بشكل معقول وعند الحاجة وعموما يفضل البدء ببعض الأساليب الآمنة لمحاولة التخفيف من الألم والتي تشمل التالي المحافظة على وضعية صحية للجسم وتناول الطعام الصحي والمتوازن بانتظام بحيث أنه ينصح بتناول واجبات صغيرة متكررة خلال اليوم وعمل تدليك للرقبة والأكتاف والحصول على قسط كافي من الراحة والنوم كما ويجب الجلوس للراحة في غرفة معتمة مع التنفس بعمق وممارسة التمارين الرياضية أو اليوجا المخصصة للحمل ووضع كمادات باردة أو أكياس السلج على مؤخرة العنق أو أخذ حمام دافئ في حالة الشعور بصداع التوتر ووضع كمادات دافئة على العين والأنف وحولهم إذا كان الصداع بسبب التهاب الجيوب الأنفية سالساً متى يستدعي الصداع أثناء الحمل مراجعة الطبيب يجب إخبار الطبيب عن أي صداع تشعر به السيدة الحامل في أي وقت من حملها حيث أنها تحتاج لتقييم هذا الصداع ومعرفة سببه والتأكد من عدم موجود ما يدعو للقلق كما وينصح بسشارة الطبيب قبل تناول أي دواء أو عجبة لتخفيف ألم الصداع حيث أن أغلب هذه العلاجات قد تكون ممنوعة خلال فترة الحمل ويجدر بالذكر أنه يوجد بعض الأعراض المرافقة للصداع والتي قد تستدعي المشورة الطبية الطريقة وتشمل الآتي الإغماء أو حدوث التشنجات ارتفاع درجة الحرارة للجسم التقيق أو الغسيان حدوث تشويش في البصر وزيادة مفاجئة في الوزن أو تورم في الوجه واليدين والألم الشديد أو الصداع المستمر لعدة ساعات أو المتكرر وألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن وفي حالة عدم الاستفادة من الطرق المسكورة سابقا لتخفيف من الألم وأخيرا طرق التعامل مع صداع الشقيقة أثناء الحمل بسبب صعوب التناول لأدوية خلال فترة الحمل وبالأخص أدوية نوبات الشقيقة أو صداع النصفي للأسباب التي تم ذكرها مسبقا يعتبر من الضروري التركيز على أهمية منع وتجنب حدوث هذه النوبات من الأساس حيث أنه ينصح بالوقاية من هذه النوبات وذلك عن طريق الابتعاد عن محفزتها وتجنبها والتي قد تشمل ما يلي انسحاب القافين عند النساء اللواتي يتناولنه بشكل منتظم من المشروعات المنبهة كالقهوة التمرين الرياضية الفجائية أو المبالغ فيها بعض المؤثرات كالرواح القوية والأضواء الساطعة والأصوات المرتفعة والمحفزات العاطفية كالتوتر والجدال وضوء شاشات أجهزة الحاسوب وبعض الأطعمة كالشوكولاتة والخبز واللبن والجبن المعتق والكريمة الحامضة والفل السوداني واللحوم المحفوظة تركيبة جروتامات أحادي السوديوم والذي قد تستخدم كمضاف للعديد من الأغذية والأطعمة ومحل الأسبارتام كما وينصح بشرب كميات كافية من المياه خلال اليوم والحفاظ على تناول الغذاء الصحي المتوازن والحصول على قسط كافي من الراحة لتجنب نوبات الصدع النصفي في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم وقناة الصحة والمطبخ